زيادة في عدد الصحفيين العاطلين عن العمل في النمسا في أغسطس إلى 929 صحفي هذا خبر أعتقد يعني بالغ الأهمية يعني مع الأسف الشديد الصحفي اليوم الصحافة الرأي الرأي الآخر الصانع المحتوى هؤلاء اليوم عاطلون عن العمل هؤلاء اليوم لا يجدون فرصة للتعبير عن أنفسهم بسبب أنه لا يوجد تمويل كافي وتمويل حقيقي للمؤسسات الإعلامية النمساوية بداية فبالك بالمهاجرة شأننا شأن إنفقرات لذلك هنا أعيد وأكرر أن إنفقرات من يوم تأسيسها هي كانت بوابة ونافذة لكل من يعمل بالعمل الصحفي الحقيقي الحقيقي أن يمارس عمله هنا أنا أتحدث صبعا إلا على مستوى المهاجرين والناتقي بالعربية بس بأصد أنه اليوم عم بيقول لك 929 شخص يا راجل عاطلين على العمل بالنمسا بالمجال الصحفي مع الأسف الشديد لأن العمل الصحفي والإعلامي اليوم بالنمسا بشكل أو بياخر أصبح عبارة عن أبواق الإعلام النمساوي اليوم أصبح يطبل للحزب الفلاني وللحزب العلتاني أو تكون صحافة مبتزلة بصراحة مثل عديد من الصحف الرخيصة المعروفة في النمسا ولذلك أعيد وأكرر وأشدد كلامي أن النمسا ميديا إنفو جرات هي مفتوحة لكل من يريد العمل بالمجال الصحفي ولكن بالعمل الصحفي والإعلامي المحترم والمرموق والذي يعبر عن المجتمع وضمير الناس هنا في النمساوي ترجمة نانسي قنقر